من الحاجات اللي أما ذكرتهاش في الإنترو كانوا جوم مؤثرين جدا في الزمالك السنة دي سيف الجزيري سيف الجزيري عامل موسم تحديدا نص ثاني من الموسم تحديدا هو الموسم كله ماشي بشكل كويس بس النص الثاني تحديدا من الموسم أداء هو الأفضل لسيف الجزيري من ساعة مريلو دخلت مصر يعني النص الثاني من الموسم ده تحديدا سيف الجزيري كان فيه نقطة تحول بعد ما جي من تونس قبل المباراة الأهلي والزمالك وتفتكر الواقعة وتم أو نول ما تمش الاعتماد عليه في مباراة الأهلي ورغم كده لعمل أزمة لعمل مشكلة التزم الصمت بهدوء تام شارك مع نادي الزمالك في الوقت اللي في ريلا قرر أنه يشركه ومن وقتها هو رجله في الملعب أساسي ومتقلق بشكل لافت للنظر ده حقيقي هو سيف الجزيري أول حاجة باستخصيته هو طبعا كان موجود معاك في حلقة هنا في أول ما بداية البرنامج وحضاك شفتوا يعني اتعاملت معاهم شخص هادي ومؤدب وهي مظبوط فمن نوعية اللعبة اللي بيشير مشاكل أو بيمكن يعمل مشكلة عشان ما اللعب أو ما لعبش هو رجل محترف عارف حقوق واجباته استدعي أنه لحضور مبكر كان مع معسكر المنتخب في تعريب المبرازيل لو رجي أنه في دول في أمريكا الجنوبية المهمة راجعين فسطلب منه أن يطعى الأجازة ويجي بدي عموعة التذكرة فراجل ما تأخرش جاء فلما وصل كان وجد نظر المدير الفانين أنه ما يكونش في الثامنة عشر كلهم فطبعا تقبل القرار ما تدقيقش ساعتها ما تدقيقش من المنطق أنه عايز شارك في مباراة الأهلي مثلا ما تدقيقش مزعيلش من فريرة محزن وأي لعب أي لعب يحب أن يلعب يشارك أي لعب لكن في نفس الوقت الفرق من لعب المحترف والرعب اللي عارف اللي لي واللي عليه أنه هو تقبل القرار ويتعام معاه باحترافية فالرقا تتعام باحترافية بالقرار بتلعب المعسكر لكن كان موجود معهم بشكل ودي في الفندق لقامه رحلوهم اللي استاد بدأت مباراة معهم في قوة اللبس معه وقعد في المدرك بالتابع المباراة وكان فيه تواصل طبعا مستمر بينه وبينه خلال الفترة دي والراجل ما كان يعني أنا حتى كنت واصل لعله وعسى يكون فيه شيء مزعيل وليه فعلا يعني شاب أخذ الموضوع بكل هدوء وقدت بعد كده يأخذ الموضوع يعني أن المسألة ده تبع التحدي السيف مع نفسه إثبات أنه يعني الموضوع ده مش يأثر فيه طب هو قعد قعد فترة بعد مباراة الأهلي كان مباراة كده ما بيشاركش بشكل أساسي وكان عمر سعيد هو اللي بيشارك بشكل أساسي المرحلة دي ما كانتش مرحلة يتشك بالنسبة له ما كانتش مرحلة بيفكر فيها في الرحيل ما كانتش بيقول لك مثلا شوف لي عرض أنا ممكن أمشي من نادي عشان واضح إن المدرب مش هيعتمد علي هو شوف موضوعا نشوف عروضه هو حسب بس مش سيف اللي طالبه ولما فيه فترة من فترات أحد المسؤولين في نادي الزمالك عرضوا على الهو مباشرة فكان دورنا يعني كوكيل نحن نكون نستند باي ونستعد الخيار دي السيف لعب كبير وكان راجع من كاس العرب هدف كاس العرب مع المنتخب تونيش وليه اسمه ليه تاريخه وكان من لعيب اللي شاركت في إحراز الزمالك ودوت الدوري المسلم اللي فات فلما الموقف حصل إحنا تعاملنا مش إن سعيا مننا للرحيل السيف إن بناء على إن فيه توجه توجه أو رغبة أعلنت بالفعل إن اللعب معروض للباع فطبيعي دورك كوكيل للعب إن انت يكون عندك البدائل وخياراته هو بالفعل كان لعب مطلوب ومازال مطلوب مطلوب عربية ولا محليات مطلوب شوف سيف يعني هو بيحب الزمالك فإذا كان فيه خطوة في الوقت اللي بكلمك عليه ساعة الأزمة كان يكون عربية يعني وفيه أكتر من نادي من أكتر من دولة بالفعل كان عندهم رغبة جدة لكن ده كان شغلنا إحنا سيف كان مكمل في الملعب وما يأثرش عليه لأي تصريحات أو أثر عليه أي حديث ومسألة عرضه لباعه ورحيله فضل الراجل مركز وتعامل مع احترافيه الموضوع وأثبت يعني هو أورادي ده سيف يعني لما جاء الفرصة جات له أثبت إنه هو يعني مهاجم يعني يستحقه وجوده في نادي الزمالك وهو متشرف طبعا هو بنفسه بوجود الزمالك عارف إن الزمالك اسم كبير وإيمة كبيرة ووجوده في الزمالك إضافها لسيف طبعا السيف عنده عروض لحد الوقت أنا بقولك يعني أنا بحكي لك في أسوأ ظروف كان عنده عروض فالبال حضرتك يعني في أسوأ الظروف في أسوأ المراحل اللي كان مثلا ما بيشاركش أو ما جيبش أداف فراجل كان عنده عروض لأن اللي بتقييم في الدول العربية بيتم يعني على موسم كامل وأرقام مش مش في مطش أو اثنين اللي التعاقب بيتم على مطش أو اثنين أو الغاء عادة بيتمش في مطش أو اثنين ده فيه تقييم للعب خلال موسم كامل وأرقامه بإحسائياته العرض العرض الأبرس لسيف الجزيرة دلوقت من دوري إيه مش لازم بإسم النادي عشان شو هو حاليا سيف الموضوع ده تقفل بعدما الرجل تقلق وإدارة الزمال اكتمسك بيه وعشان أكون منصب برضو وانا قلتها مع حداك في مداخله يعني أن أمير كان ليه دور ناميه مرتضى دور رئيسي في أنه قاعد مع اللائب وهدى الأجواء وده كان من ضمن الأسباب برضو أن اللاعب استرد المستوان في لقي مدير كورا رجل تفهم قاعد معه وفاهمه الموقف ودعمه وقدمه الدعم اللازم طيب أتكلم عن أمير بالتحديد وفي الحقيقة دي كانت خطوة إيجابية وكان ليها دور ودور كبير فرجع سيف وطألك تاني ورجع لحوائته مفضلة أحراز الأهداف والأمور أخذت منحنة آخر دلوقتي في تمسك باللاعب وهو أصب وتمسك بالنادي فالباق بدأت أفهم صحيح هاي لعنسب الجزيني مكمل مع نادي مكمل شاء الله عندك أسعالم وربنا سهل